النادي ده اشتراه يعني هو انت عشان تطلع من هنا لأوروبا لازم يبقى عندك إمكانيات فالناس دي تشوفها فيقولوا احنا عايزين هذا الفلان فهم بدام قالوا ان عايزينك يبقى فيه بوتانشيل وفيه حاجة هم شايفينها هتفدهم لان غير كده ما كنوش هيقول لك هيقول لك تعالى لأ ممكن منذ يعني تكون تلاقي نفسك هناك أقل فاهمني عايزة أقول لك إيه ما هي الحزبة إيه انت انت كده كده هتروح أقل ليه لأن هم قريبا عندهم الإقاع أسرع فانت هتلاقي ان انت لسه هتاخد وقتك في التأقلم انا حصلتلي فبقولك عن تجربة ان انت أول ما بتروح أوروبا بتحس ان انت أبطأ من اللعيبة كلها تفكيرك ولحد ما بتبدأ تتمرنه وتبدأ تخش معهم في الأجواء بتكتسب منهم الحتة دي النهاردة محمد صلاح هو بنفس الفكر بتعلم ما كان بيلعف المقولين لا طبعا طبعا بقى لعيب أوروبي ولعيب تفكيره ما هو لعيب مصري ولكن بالمنتاليتي وبالإقاع وبالرتل بتاع أوروبا محمد صلاح لعيب عالمي طبعا طبعا ممكن يبعندنا لعيبة كتيرة جدا عالميين لو فكروا زي صلاح لهو يعني بس يعني يمسكوا محمد صلاح كده خدوه وذاكروه وذاكر هو عمل ايه ووافق على ايه وما وفقش على ايه وضحب ايه وما ضحاش بايه وهتلاقي نفسك بالكتاب مفتوح محمد صلاح سهل الموضوع قوي في الشرح احنا كنا لما بنجي نشرحه زمان لان ما كانش عندنا النموذج اللي حق حياة كبيرة قوي فنقدر ناخده كأجزامبل دلوقتي عندنا أجزامبل محمد صلاح خدوه احنا نفسينا هيكون عندنا 200-300 العيب يا رب يا رب والمدير الفني يحترمى بينهم يعني يا رب طبعا وجهة ننقل تاني بقى احنا بص النهاردة هنجيبك فن كورة فن كورة ننقل الفني تاني انت شايفه جيت نظرك بص في معا ولا ضد بقى يعني فيه كده ناس بتقول كده وناس بتقول كده فيه شلالية في الفن ولا ما فيه شلالية في الفن شلالية يعني بمعنى ايه يعني جروب شلة بتشغل بعضيها ومربوطة ما فيش فرصة ان حد يدخل انا بقول ان الرزق بتعرب منه وبقول طول الوقت انه انه فيه فيه سلوجن كده في الشرحان بتاعتنا بيقول بيقولك الدور بينادي صاحبه فمهما عملت انت ومهما امكانياتك وموهبتك وقبول الناس ليك قبول الناس ليك والكاميرا بتحبك قد ايه والناس بتحبك قد ايه ده ما حدش داريوه في قصاد طبعا فيه ناس بترتاح ان هي تشتغل مع بعض احنا حطينا سلوجن كده شلال شلالية او بتاع بس ده سلوجن بالنسبالي ما طيب يعني ممكن تزعل مثلا لما من اراق مثلا او من ناقضة ايه مثلا احمد صلاح حسني دخل الفن علشان امير كرارة فيه نسيبه زعلت مثلا من حاجة زي كده لا 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 لانه مش حقيقي فلا اركز في حاجة مش حقيقية وانا لما سألتيني اول مرة مثلت وانا مثلت وما اقرار اقول مرة خالص اقرارة كان اه طبعا او كان بقى يعني بس انا دخلت المجال لوحدي من غير ما حد يعرف لما رحت درست انا درست اربع او خمس سنين لوحدي انت ضد ان يكون في وسطة؟ مش هتدوم حتى لو في موهبة حقيقية ما بتحسش الموهبة ساعات بتكون محتاجة زقة لو انت مكتهد مفيش وسطة كتر من ربنا صدقيني فيه ناس ممكن تستعمل الوسطة بس في الاخر ما انت زي ما قلتلك لازم تبقى جاهز افرل انت عندك وسطة اقوى وسطة في العالم بس انت مش جاهز ليه ما عندكش قبول ما انا بقولك ما عندكش قبول مش هتنجح هي الفكرة النجاة يعني انا النهاردة لو سؤالك ده لو حقيقي طب انا هنجح ليه لا نجحت وعندك موهبة وعندك كل حاجة بس في اتنين مثلا عندهم الموهبة وعندهم الكاريزمو وعندهم كل حاجة بس واحد حد ادالو زقة واحد ملاقاش حد ادالو زقة لا هي دايما بتبقى كده اللي ما بينجحش بيعلق شماعة خسارته على غيره فهي الفكرة انت اجتهدت قدي يعني انا لما اجي دلوقتي اقولك انا عدت اربع سنين بدرس من غير ممثل اصلا طبعا ده داسمين طويلة ده اجتهاد فربنا كفقني بدور زواير بعد ايجي دور اكبر شوية بعد ايجي دور اكبر بعد ايجي بطولة فهي سلالم انت ممكن حد تاني يقول ايه لا والله انا خدت الفرصة وحد تاني جي خدها وحد تالت جي خدها طب انت بتعمل ايه اجتهاد اشتغلت على نفسك طبعا طب فيه ناس بتقول ان انت مؤثر في حق نفسك في السنمة اللي انت مؤثر نقفحك